موسيقى هذا البرنامج برعاية شركة نقائي الفرات مساكم الله بالخير حلقة جديدة ببرنامج مشاهير بلا أصلاك اليوم الحلقة مميزة وجميلة ويانضيف بالفترة الأخيرة حقق نجاح كل شيء كبير بصناعة المحتوى التدريسي خلونا نتعرف عليه ونخذوا بحوار شيق وجميل أكيد الأستاذ علي السودان نمساك الله بالخير حبيبي أنا أستاذ مسلم شهلا بخير بباتك أهلا وسهلا شهلا نوارتنا حقيقة وكل سعيد اليوم راح تكون حلقة مميزة بوجودك بالعكس أسعد أنه إحنا وياك الله يحفظك وإيمك مبدئيا أستاذ علي مريد اليوم الحلقة على الصعيد يعني مستوى التدريس بسرعة مريدها شخصية نوعا ما إن شاء الله لأنك هو أمور غامضة الناس حابة تعرفها عنك إن شاء الله نكون قد السلام إذا نستعد خلنا نروح الفقرة الصحة أم خطأ نقول يالله يالله فقرة الصحة أم خطأ هذا البرنامج برعاية شركة نقائ الفرات البعض يقول أن علي السودان يمتمسك بشخصية الأستاذ بكل مكان حتى خارج العمل صح أم خطأ صح لأنه كلمة الأستاذ صعبة فبكل مكان لازم تحترم هاي الكلمة فبكل مكان أنا أستاذ بكل مكان بكل مكان ودائما أخاف يعني أخاف من أي تصرف خطأ لأنه كلمة الأستاذ يعني كلمة كلتشبيرة وتحمل أمانة علمية وتربوية فدائما أحافظ على أي تصرف خارجي حتى بالبيت؟ لا لا بالبيت واحدة يعني مو شخص يتغلل ببيت لا لا بالبيت هاي تختلف تمام يعني على الصعيد الشخصي والدتك ووالدك هم الجزء الأهم جداً بحياته على السوداني صح أم خطأ شمس والقمر لازم أكون مواقف يعني يعني صناعة التاريخ الأم صناعة الشخصية صناعة المنطق الكلام الأب فأنا أعتبرهم الشمس والقمر الله يحفظ واحد تباوه علي الصبح واحد تباوه علي بالليل شلون من الصبح من بالليل الصبح تباوه علي أمك وبالليل تباوه على أبوك بالعكس دين إذا أنا يوميا لازم أصبع أبوه جموه يلا طلال الدوم أقول يا الله وبالليل جاء طبعا أبوه يرجع من الدوم سلم عليه واروح للبيت حلو منه تأثرت أنا كل شيء أحب عمامي أنا عندي سبع عمام كل شيء أحبهم الله يديك ويديم هاي المحب اللي بيهم دكتور واللي بيهم مدرس واللي بيهم ضابط واللي هذا بس أنا عمي دكتور أصام يعني أنا أعتبر مثل الأعلى بالحياة التأثر كلش بكل شيء متأثر بي بكل شخصيته الله يحب لكم يا رب خلني شوين شاكسك كنت خافي خبر زواجك سابقا صح أم خطأ صح ليش ما أعب يعني أنا من دخلت مجال السوشال ميديا يعني من محاضراتنا طلع السوشال ميديا ما أعب أدخل عائلتي بهذا الجزء يعني حتى من يسلوني سواء المجهوم ما أعب أدخل أي شيء عائلي بمجال شغلة يعني أباده بس من صارت عدي أطفال نعم اللي ينصاروا عندك أي الحمد لله الله يحفظهم الله يخليك طيب تقاسي يعني شون على الطلاب أنا داخل المحاضرة ما تعرفني يعني حتى يكون الطلاب يقولوا يتحول شخصية ثانية يعني جدي إلى درجة كلش بس من تخلص المحاضرة لأني الصديقهم ونشاقه ونضحك وهذا يعني آني للطالب وجهي أنا شوفه وجه داخل المحاضرة وجهي وراء المحاضرة يعني حتى وراء المحاضرة طلابي هم الزقاي اللي وعدنا يومهم باوا لعبة باوا هذا بس لا داخل المحاضرة لا يحتاج الضغط على الطالب لازم وخاصة بهذا الوقت كلش لازم لأنه هذا الوقت الطالب كلش مرتاح يعني حتى من يعني يا سيدات قيس إنه الدراسة سابقة أنا بالدراسة رح تلقى إنه قبل ضغط الأهل ضغط العالم كله يعني حتى الطالب حتى الأهل شوية ضغط عليهم قليل صير على الطالب فإحنا اللي قاعدنا نضغط على الطالب كلش واجهك فد موقف بيتجاوز من قبل طالب أو طالب أي أنا يم الطالب ما أبين بعمري تعاملين تقريبا أبين قريب العمر هم صح أنا عمري 30 سنة بس ما أبين يم الطالب بعض الطلاب يعني يبينون بقدي عبالك يعني تذا تباوح السادج لألفين ما شاء الله يعني هو تشبير حتى أكبر من يمنا حتى أبين أكبر من أدنى صح يعني بالبداية أي ممكن واجهت يعني شو نقول يعني واحد عدا باحترام تجاوز بالهذا بس لا أنا تشني تحدي بيومه يعني تشني تحدي فوضعت أنه وضعت أنه لإسم علي سوداني كأستاذ لمادة الفيزية لا من تدخل المحاضرة تختلف عن برا المحاضرة أو بخارج المستوى التدريسي كله بصورة عامة أوكي اليوم الأول كمدرس فيزياء الأول على العراق منه صحبة هل لازم أكو شخص آآ ماذا أحرجك يعني يعني لا مو شو نقول لك هي أرقام بضبط أحنا أساساً نعيش بعالم الأرقام صح هي أرقام وإحصائيات وهذه الأرقام والإحصائيات يحددها الطالب لا أنا أريد التصريح منك كل مصدقاء يا أخوت خلي أقول لك في الموضوع يعني كل شيء مع الأشخاص اللي يفتخرون بنفسهم يعني الافتخار بنفس فالشيء إيجابي إذا أنا ده أصنع محتوى جيد مو أنا يسا ببداية العديد قلت لك هي الأرقام والإحصائيات أوكي من عدد ما راح أسئلك الأول منك من عدد المشاهدات أو من عدد الملازم أو من عدد الطلاب اللي موجود بالتعليم الحضوري أو بالتعليم الإلكتروني فهي الأرقام اللي تحقن سؤال مهن أي ما راح أسئلك الأول منه الأول كأرقام خلنسؤل في بعالم الأرقام بالمدرسين سالمون السوداني تحية أكيد الله يسأل مهنك وبعده وراء مخافي سألون علي الصغراء البقية لا أندحش على الأرقام مدرس المادة الرياضيات حيدر وليد تحية أكيد لأستاذ حيدر لعدش وقت تتخلي نفسك أنا وياهم الثالث للرابع إذا نحش لكل مادة خلنقلك على مادة الفيزياء الأول إيه مهي يعني لكل مادة أدت أساتذة أوكي الفيزياء حصرا من الأول بالعراق؟ علي السوداني تمام الله يوفقك أهلا يسمك أه تحب الجماعات العائلية من جماعات الأصدقاء والله أنا الاثنين أحبهم الأقرب يعني أنا قلت لك الجماعات العائلية وهي العمام قلت لك أنا عمامي كلش أحبهم وكلش مقتدي بيهم فإذا المكان بعمامي له أدي ألف شغلة يتجلى على مدر حلم حلو وأصدقائيا من أحبهم لأنني أدي أصدقاء خمسة ستة يعني صارنا تقريبا عشرين سنة أو أكثر سوى حلو كلش خلصنا سوى فإذا صار يعني عدنا صحيسا كل من مرتبط بشغل وعمل فإذا أي قاعدة أي فراغ لازم نلتقي بيهم تمام تؤمن بالمقولة اللي تقوله الصديق وقت ضيق أي كلش من الأقرب شخص أقرب شخص إليه؟ أخويا أخويا جعفر يعني كلشي هو لازم موجود تمام شكلك هادئ ومتفاهم بس بالحقيقة قالوني إنك عصبي وشديد الزعل صح أم خطأ؟ صح كلش عصبي كلش عصبي يعني على أسباب لو بالصورة عامة عصبي يعني على الخطأ؟ طبعا على الخطأ أبد من نقبل على الخطأ يعني أكيد أكيد على أسباب يعني مو بش رأسا بس أكوش خاص مرات شوفهم بالحقيقة كلش كيوت وحبابين وكذا بس بالجانب الآخر اللي بالبيت يكون أو مع الأقارب أو الأصدقاء شوفه شديد جدا وشديد الزعل أيضا شوف بأبسط الأشياء أقصى لا لا مو بأبسط الأشياء بس هو أنا متعلم على حياة جدية يعني أنا متعلم على حياة قلت لك أنا اتربيت بنص سبع أمام وياهم جد اللي هو مدير مدرسة فحنا متعلمين على حياة جدية أنه لازم تقعد الصبح تطلع للشغل تدعو مدرسة يعني كل شي جد نعم الدكتور دكتور والمهندس مهندس والضابط ضابط فالحياة عبارة عن جدية شغل ما بيها لا لعب ولا بيها شقة ولا بيها هذا فيعني كبرنا على هيدش حيات فمتعلمين كل حياتنا أنه نصير بجدية تحتاج للترفيه الحياة مرحبا ايه أكيد طبعا مدام هايكو بتسام حلوة يعني أكيد أكو شقة وضحك ايه لا لا طوام تمام هناك قصة وراء اختيارك لتدريس مادة الفيزياء ممكن نعرفها أو نعرفها بصورة عامة صح شوف أنا عملتش نطالب أعدادية بصف خامس علمي أنا قايلة سابقا بصف خامس علمي بالتحديد أنا رسبت بمادة الفيزياء راسب بعدد سنة يعني أكو شرارة بالموضوع راسب بمادة الفيزياء ويذكرون أصدقائي بعدداتي الكاظموية أنه أنا راسب بمادة الفيزياء وكنت محتاج ثلاث درجات حتى أنجح تمام توسلت مخليت واحد راسب إلى أن أداك الوقت وراء فترة من الدوم شار أو شي اجي قرار خمس درجات أضافية للمراحل غير منتهية الشي مني القرار نجحت نجحت وأصدقائي بصف سادس صالوا مشار أكتر يدرسون شنو هاي المواد البقية اللي أنا مطلع بيها إحفاء ودرجاتي كاملة ليش بالفيزياء أرسم ليش هذا السادس كله عفتع على صبح وخليت الفيزياء قدامي تحدي أي والله حتى أتذكر ما كان أكو تدريس خصوصي وهذا 2009 وهي جي فأتذكر جبت ملزمة من النجف رحت للنجف لحد الأساتي إذا الله يذكرها بالخير جبت من عنده ملزمة وقعدت نقرأ بيلموم أجدت الدرجة كاملة مادة الفيزياء من تغرجت هو قبولي ما طلع فيزياء قبولي طلع بحث جامعات بابل أوكي وقبول أعلى بس أنا سويت تحويل من الأعلى لأدنى للجامعة المستنصرية علوم الفيزياء تمام كان من اختياري وبمساعدة عني يعني حتى الكلية اللي تشنت بيها بابل كلية أعلى مكانها بس أنا لا إلا أرجع للفيزياء دوم للفيزياء حلو فارجعت له وعني يعني قلت لك أنا عميستان مهند مدرس الكيمية كل ساعة عدني أنه قل لي طب بهذا الاختصاص صحة شنة شوية خايف يعني خاف ما أقدره واذا بس لا مساعدة في عمي الحمد لله وشكر نجحت الله يوفقك وشوفك على المراتب سؤال مهم لو خيروك بأن تكون مدرس أم تكون إعلامي ماذا ستختار كلش أحب مهنة الإعلام أوكي كلش أحب مهنة الإعلام و يعني الأمان أنا أتمنى أنه أكون إعلامي وبالأخص مقدم برامج رياضية يعني أنا رياضي حلو كلش أحب الرياضة فأتمنى أنه أصير مقدم برامج رياضية وحتى يعني من من صرت مدرس وبديت أطلع بالسوشال ميديا ومن خلال يوتيوب وهذا يعني صارت عدية يعني أكثر من مرة لقاء برنامج وهذا فمرة من المرات يعني نعرض علي أنه برنامج بس البرنامج اللي نعرض عليها أنه أقدمه برنامج تربوي خاص بالتعليم أني ده أقدم على اليوتيوب يعني بدون التزام شوية برارة تجمعها الاثنين شوية أكو التزام يعني إذا ندخل بالبرنامج شان فأنا جيت أقدمها على اليوتيوب فأنا اللي حبيت أنه أصير للبرامج الرياضية بس ما صارت الصدفة أنه أجمعها الاثنين بس السنوات موجودة بعد هاي يعني مفكر كلش يعني بس ماكو برارة الشخص يجمع يعني يعني مهنتين أو موهبتين بس باتقان يعني باتقان شغلتين يعني مو أنت حسا مثلا بالتدريس الحمد لله مثلا الأمور ماشية وأخاف بالألام يعني ما تبشو يا أخي فلازم يتكون باتقان التدريس بفلوس هذا كلش محرج أكيد يعني هو اليوم اليوم كل صاحب اختصاص الدكتور والمحامي بعد دوامة بالمستشفى يفتح أياده المحامي بعد دوامة بالمحاكمة وغير شي فعده مكتب استشارات أكيد إحنا بعد دوامنا بالمدارس قدنا المعاهد التدريس الخصوصي فمساوين وكل الاختصاصات اتجاوب نجاوب دوامة ايب بي تمام ماذا أضافت لك الشهرة والله واي لا مولا كلشو واي مثل موقف مثلا معين المكانات الاجتماعية والثقافية فيهاي بصورة يعني بصورة خاصة اثنين ممكن أنه تستاهل لك بعض الأمور بخواي مكانات يعني مثلا مرة من المرات مرة من المرات كنت ماخ سيارة أستوني لا محولة ولا بها ولا ورقة وتعرف أن السيارات الأمريكية من تجي كلها نضل لازم أنت الشيء ضلال بديها فأول سيطرة أطبق حجز فسبحان الله يعني نزلت فأحد الأشخاص اللي وارف أستاذ علي شوانا قلت له أنا أستاذنا حبيبي أنا بسرعة حبيت أنا أولاد قال لأ أستاذ أنا قارئ عليك بكذا صاف وبكذا مرحلة قلت له أحب زوني كان يقول تفكر بالله حبيبي وروح هاي واحدة من الشغلات وتسهل لك هواي مكاناتي لا هي واسطة لكل لكل اللقاء تسهلت إنه هواي أمور على السودان صديق وفي لأصدقاء الطفولة كلش شو المواقف اللي اللي مرت بيكم يعني أريد أعرف المغامرات اللي صارت والله أنا قلت لك بالبداية إحنا أصدقاء مهواية يعني خمسة أشخاص ستة أشخاص أوكي لو خمسة لو ستة ستة أشخاص حتى لا يزعلون يعني سادسهم يعني يعني وصال لنا أكثر من 20 سنة بعد 20 سنة سواء تمام وكلهم الحمدلله يعني وصلوا إلى مراحل حلوة وكل أسرارنا وكل سوالتنا تلقاه سواء ما عندنا شاء الله تعالى على يدنا مغامرة معينة كاملة مغامرة هل أدي أحد أصدقائي أنا أدي عصفورة تجيب أسئلة وكذا فأصدقائك دخلوا لي اي هل أدي أحد أصدقائي إحنا نسمي الملح مالتنا يعني ماكو سفرة ماكو قاعدة لعم هو موجود حلو لازم يعني إحنا نبطل قاعدتنا جاسم تحياتنا إلى تحياتك اسمه جاسم فماكو مكان نطلع بي أو نروح بي إذا هو موجود بس عدنا جاسم بي شغلة واحدة يخاف من الديج أوف فبرة من المرات يعني نروح المزرعة بيها شوي سمعت شو مدره شنو أوكي فالولد محضرين أربعة ديوت شهراتية حلو بالباب قبل السنة هاي يقول حياة جدية يعني لا يعني في الشيخة فجاسم يطبوا بسيارته للمزرعة مو ملقى اللي ديوتشة قدامه خلص السمج كمنا هو بعد قاعد السيارة تمام الله يدين الصداقة والمحبة يا رب أكوا أكلة كل شي تحبها ولازم يوميا تسويها أنا أحب الكبابة العروق مع الطاوة يوميا مستعد أكلها ثلاث وجبات هي ثلاث وجبات أكلها أي شبا يعني الجزء الأساسي اللي موجود بالبيت إنه لازم أكوا كباب وإضافة لها شغلة إنه أنا السمج يعني مراتج يوميا أكل سمج طلاب الرشوة السمج أو عروق شون الأشخاص الناتش حين يقدرون يعني يعبرون المطبات؟ كل الصعبة يعني هاي اللي يتواجههم يعني هاي الشغلة اللي أنا كنت راسم يعني خطة لطريقي من بديت بالتدريس أنا بديت بالتدريس من سنة 2017 بس بال2018 وفوق بدينا يعني خلال نشر المحاضرات وغيرها تش نتراسم كل شي بس ما تش ندخال في شي قدامي عرقلة أو مطبات وهذا يعني على اعتبار إنه المحتوى اللي دقت ما هو محتوى تربوي تعليمي فبعيد عن أي منافسة بعيد عن أي كل شي بس بالحقيقة اكتشفت إنه كل الأوساط اللي موجودة الإعلامية والفنية وحتى التدريسية إنه بها منافسة والمنافسة أكو منافسة غير شريفة يعني اليوم إذا واحد يريد ينافس بمادة علمية أو بفكرة جديدة أو بطرق حديثة بالعكس هاي احنا نتعلم جزء من عنده بس أكو منافسات يعني من خلال التسقيط أوكي مثل شنو؟ يعني مثل الأمور اللي ويمكنوا حتى هتكم أنتم على المستوى الإعلامي أو على المستوى الفني موجود يعني مثل أكون غروبات تسقيطية تعرف أنت السوشال ميديا اليوم من تشرب صورة كلش طبيعية يعني أنا مش أنت أعرف إنه أكو شي اسمه جيش ألكتروني ممكن كل واحد يحط له فتب جموعة حسابات ويمجد بفلان ويسقط بفلان اليوم إحنا شغلنا كوسط تدريسي شغل قلم وصبورة شغل بإنسانية أيضا هذا اللي يبرزني أنا ما يبرزني إنه أنا أجي أسقط بفلان حتى أصعد عاليا وواجهنا هواية يعني من خلال من 2018 لحد هاي اللحظة هواية وكل سنة متفاجئ بشرات جديدة بس إحنا نقدر نعبرها تحلمنا على طرق إنه شون نعبرها أنا الحمد لله طلاب تعرفنا وجمهورنا ليتابعنا يعني ما أقول لك أنا بس بغداد يعني منذ أخو لحد الفاو إذا مقارع لمحاضرات أستاذ علي يجوز عدة ملزمة أستاذ علي وإلى آخرهي حلو فقدرنا نعبر عايسان إذا ما كنت مدرس فيزياء شنو كان الإختصاص اللي راح تفوت به ضابط أوف ما شاء الله جامع لو إعلامي لو مدرس لو ضابط لا لا يعني إحنا بأعلى ثم ثلاث اختصاصات بس أوكي لو صير دكتور لو صير ضابط لو صير مدرس ما تلقاعد ده اختصاص أولا قلت لك على العمامو هذا لو يصير دكتور لو يصير ضابط حلو لو يصير مدرس والأمانة يعني بعد التخرج يعني كانت فكرة أنه أنا قدم كل عسكرية وقدميس حلو بس أبوي اللي أنه ضابط متقاعد هو اللي لغاه كلا مصير تمام أريد أقول لك أربع اسماء وتجاوبني بصفة عنهم أي يعني كل شخص أقول لك اسمه يقول لي صفة إله أوكي موهند السوداني العم الحبيب والصديق القريب جعفر السوداني حزام ظهري آدم 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 موفاء آدم موفاء العين اليمنى واليسرى ما شاء الله الله يحفظهم يا عرب تمام دولي أطفالي أوكي شرايك نروح إلى السريعة يلا تمام السؤال الأول إيش وقت تكون مفيد للناس كل وقت كل ما أنشر محاضرة أو كل ما أطم محاضرة أحس نفسي أنه أنا مفيد للعالم أريدك تجاوبني بكلمة يعني إي يعني بكل محاضرة أنا مفيد للعالم أوكي أفضل مكان إلك أفضل مكان أفضل مكان بيت إلي يا مموش أكبر خسارة للإنسان صحة أكبر هزيمة بالحياة همين الصحة أفضل صانع محتوى عراقي أفضل صانع محتوى عراقي للأمانة يعني أنا مو متابع يعني يعني أصدقائي باختصار تقطين ينسم المشاهير أنا أحبهم ودائما علاقتي بيهم قوية بس مو متابع قوي بس أحب مرتضى هشام الذهبي تحية أكيد المرتضى لأنه المحتوى إنساني بحت فعلا سر نجاح أي علاقة بين الاثنين المصداقية وصف لي العائلة بكلمة واحدة وطن شي تسوي لدي ليت من الوجود ألفين وربعة عشر أوف بيها قصة مو؟ أي خلني نسمحه ولو ويا بكلمة واحدة هاي بس ما يخلق يعني أنا أول مرة قلت لك إحنا مجموعة أصدقاء أول مرة نفق الصريق أوف فأحد أصدقائنا بأيام التحرير التحرير وهذا استشهد الله يرحمه الله يرحمه فشان يعني أول مرة أشوف واحد يعني من مجموعتنا بعد ما نشوف هذا هاي واحد وهي سنة كانت محلوة على العراق يعني كلها بائسة أي فعني أحسن أنه هاي سنة كل زايدة يعني كنت إن شالبت يارب يزيل هاي الغمة عن هذه الأمة ويرحم كل شهداء العراق أكيد خلينا أخذ فاصل ننتقل الباقي فقرات كلها فاصل قصير وراجعي أحبت المشاهدين رجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير وفقر الصناديق التطبيقات مع الأستاذ علي السوداني مساء الخير مرحبا حبيبي نورتني التلم نور الحوار دسم وشيق حقيقة نتنسان كل شيء مثقف الله يسأل أحنيك على هذه الخلفية الثقافية اللي تحملها عندي هذه الفقرة مجموعة الصناديق تطلع على الشاشة تختار اثنين وتترك واحد فإذا أنت تحب تختار واحد بكيفك هذا الشيء راجع إلك أوكي خلي فريق الإعداد يطلعونا الصناديق على الشاشة أوكي قدنا سنابشات وإنستجرام وتيك توك شو نفتح أول واحد لإنستجرام أنا أعمل الإنستجرام أوكي شباب فتحونا لإنستجرام شو ماشاء الله شو محضر لك أشياء هذه اليوم الحلقة كلها إيجابية الدوم أنا يعني شوف آدم آدم مو بس يعني لأنه أول طفل الثاني شيء أنا اعتبره هذا أبو الخير حلو يا مواليد أنت أنا مواليد 93 اللي عمر كله يا عبد الله يسلمك أنا ما أريد أقول موالدي أتقرب عليك تمام شنو شنو الفارق بين اليوم اللي نولد بي يعني قبل قبل اليوم وورا اليوم لا أنا فارق كل شيء أكو ثلاثة أيام هي طبعاً البنص هو القبله والوراة بعد أي صح لا قبل آدم يعني كان علي بس علي أوكي وورا آدم صار أبو آدم يعني لازم يتحمل مسؤولية كل الشبيرة حلو يعني أنا آدم آدم أنا اعتبره بالخير وغير هو من عندي غير من عندي ليش لأنه من إنسان لإنسان اليوم أنت فارغ بدون أطفال بدون يعني بعدك ما نكون عائلة فعلاً من إيجاك آدم لعصارة برقوبتك عائلة بعد كاملة يعني لازم يتحسب حسب الخطوة اللي تمشيها ممكن إنه إحنا تشلنا التصرفاتنا الشبابية كل شيء يصير يا رواني شاب شي ردي يصير خليصاً لا اليوم ووراك آدم ووراك طيب والتاريخ ما يمحي أشياء هذه الحلقة راح تضل التاريخ فشنو راح تقول له مستقبلاً أو شنو تنظر للمستقبل شو راح يكون أتمنى يصير مثلي جزح بغير الإختصاص لا لا مو يعني العفو مثلي إلا بالإختصاص أو بالهذا بصورة عامة يعني بصورة عامة أنه الطريق اللي مشيته أتمنى يمشي مثله إن شاء الله يعني العفو مو حلو إنه الشاب يجي كل شي يلقي قدامه جاهز صح كوني تشيد درجة فعلا وإن شاء الله يعني إن شاء الله يارب نشوف أولاده الله يسلمك خلي نشوف بعد الصناديق سناب ما حب التيك توك يلا شباب فتحونا التيك توك آه مهند السوداني هذا صانع تاريخ نعم أطيب قلب تشوفه بحياتك هواين ذكر وي الحلقة اليوم أموت عليها والله العظيم عمك هو عمي الأصغر واحد قريبين نهاب العمر الناس عبانهم أخويا ومشيها عادي بس أطيب قلب تشوفه بحياتك يعني صاحب فضل على هواي ناس حلو يعني صاحب فضل على هواي ناس وأكو ناس نكرت وأكو ناس لا هو صاحب فضل علي كل تشبير وليه الثاني بهذا أمري بأي شغلة أرجع له حلو وما أقول لا أستاذ ولا عمي هو حتى نحب هاي الكلمة من اللي عندي بأي شغلة أرجع له سفرتنا سوى طلعتنا سوى قعدتنا سوى ما شاء الله الله يديم هاي المحبة محبة تماما خلينا أخذ فاصل ونتقل باقي الفقرات فاصل قصير وراجعي لكم أحبت المشاهدين رجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير وفقرة لعبة الذكاء مع الأستاذ الجميل علي السوداني هل شوية نلعب يلا نستعد؟ يلا عندي مجموعة صور مغوشة من حقك تسألني أربعة سئلة وهذا قربت وعرفت قل لي الشخص مني واذا لا قل لي اسكيب مني عبره تمام؟ هاي نستعد للصورة الأولى يلا شباب طلعونا الصورة الأولى فنانة ممثلة 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 عراقية عراقية من الجيل القديم من الجيل القديم من الجيل القديم ما شاء الله عليك طلعونا الصورة شباب ممثلة تحية أكيد من القلب للأستاذ آسيا كمول فتشي رائع آسيا كمول بس ما شاء الله لا ممتابعا يعني ها ايه متابعا خاصة يعني متابعا لعمل ما أذكر اسمها بالضبط بس كان فتشي كلش ناجح تمام خليشوف الصورة الثانية ممبين هذا صعب مطرب عراقي عراقي ويعني على الأغلب بدأ ينتشر عربيا خوام طريقة ستايل معرفة عدقة السيف نبيل مو؟ شناعي شباب بدأ تغشي شو طبعا طالعونا الصورة تمام تحية أكيد السيف نبيل والله ما شاء الله عليك بس ترى الأمان يعني ما اسمع راني بس تعرفه ايه ايه يعني يعني متابع بصورة عامة يعني عبارة بس يعني مو قوي بس ما علاقى تمام خل نشوف الصورة الواقعها بما أنت رياضي ايه أاني رياضي كلش يعني اوكي والله ما احبه علم يا شين قبل عرفته Oracle 10iance إن بابي ترانيش ايه يعني سنة كاملة قشمر بهنه يجئ للريال هحا ه… هم sociology هوقعم يعني عرام اتوا ولو بالريال تشان صناعة تاريخ النفسه كلش قوي اه ايه والله يعني ممكن فضل المال على التاريخ عبالي راجي يقول فضل الموال على العيال لا يعني هو لو بريال مدريد شنصن على تاريخ كل شي خوي أوكي شو رأيك باي الفقرة والله كل شي حلوة شوية يرجعوا به كل شي حلوة على العموال لا طلع الضيف من المود اللي داخل اللي هو دائم يصعب كل شي حلوة هل ناخد فاصل ونتقل الفقرة الأخير الله يسلم فاصل قصير وراجعي لكم الغالية رجعنا لكم بعد هذا الفاصل قصير مدريد طويل والله ما عدري سواء سوالفنا بالفاصل مسكولي شحلو الله يحفظك هذه الفقرة اسمها سمايلات الصراحة ندي مجموعة سمايلات نطلع لك يوم على الشاشة ونتا تقول أسماء من يستحق هذا الشي ومن يستحق هذا الشي نستعد يلا يا الله يلا نقول يا الله شباب نطلعون الأسمائل الأول المضحك جعفر جعفر من جعفر سوداني أخوي لا أنا قلت مشاهير يلا أوكي هو إيه أعتبر ترى أوكي أوكي هاي الأستاذ جعفر الوراء شباب هذا ميصر أقول مشهور رح أقول لك أبويا بعد ما نصيق حجي أبويا دعا من غاضب يعني هو بكل وقت عصبي أوكي أصدق لعدة أنا أنا خاف عليك أوكي الأسمائل الوراء شباب يسا هذا الشي جاوبك القلب الأحمر هذا القلب الأحمر طلابي شوف كلها بديت كلها غش بيه قلت لك مشاهير قمت تجيب لي من العائلة لا لا يعني هتولي معاهل يلا بس مو مشاهير طلابك لا إن شاء الله مشاهير إن شاء الله تحية أكيد طلابك الوراء شباب بعد ما سامحك مشاهير هاي هاي الوردة ايه وصلنا على محتوى هاي الوردة شام الدهبي استاذ شام الدهبي أكيد تحية إله يستحقها والله وأنا من يم وردة الله يسمك اوكي الوراء شباب أولا أخير قلب الأبيض نعم هو مشهور ميه مؤنت ها والله مؤنت السوداني قلت لك أطيب قلب تشوفه بحياتك تمام تحية أكيد للجميع الله يسمك استاذ علي حقيقة كانت حلقة كلش مميزة وكلش تونست بالحوار وما حسي أنا مرت مرور الكرام الله يسمك الله يخليك أتمنى أشوفك بأعلى المراتب دائما وإن شاء الله تكون إنسان ناجح بكل المجالات طبي حظك كلما أخيرا لطلابك وأكو رسالة من خلالك أريد أن أقدمها الرسائل اللي أدت أجيك عنك وأنا يمك أدت أجيك رسائل تمام من حقك تقدم رسالة اللي يجيها معينة وكلما أخيرا للبرنامج والمتابعينك أول شي شكرا إليك المسلم الله يحفظك رائع ومبدأت كل شيء فدول عمرك الله يخليك من خلال قناتكم الفضائية قناة سامراء من خلال برنامجك الجميل رسالة من أولياء طلاب السادس العلمي بالتحديد هاي سنة سنة استثنائية هاي سنة بيهواي عطل هاي الدفعة للطلاب مروا بأزمات كل شيء اللي هي أزمة كورونا وأزمة توقف المظاهرات سابقا وإلى آخرين من تغليص المناهج وعدم الدوام والدراسة الإلكترونية هاي سنة منصر دول السادس اتفاجعوا بضخامة المناهج العام قوة العام قبل هالمناهج كانت مقلصة ومحدوفة هاي سنة المناهج رجعت بنظام العلمي أي كل كتاب يعادل 312 صفحة أقل تغدير وأحنا كمدرسيين يعني ما نقول لك صواتي صواتي ومدرسيين العراق كله ما عدنا وقت إنه إحنا نقدر نخلص هاي المناهج لا إحنا ولا الطلاب هاي نقطة فنتمنى من وزارة التربية مثل ما راعت طلاب 2023 وطلاب 2022 اتراعي هاي الشريحة الكبيرة من الطلاب والله العظيم أنا قريب كل شي عالطلاب يعني مسلم لو تدخل للمدارس لو تدخل للمعاج وتدخل لنفسية الطالب طالب يتدمر فعلا ما يقدر ما يقدر يخلص هاي المناهج ما يقدر اليوم أنا كمدرس المعادة الفيزياء عندي عشر فصول كل فصل يحتوي على عدد من المواضيع مطبعي المشكلة إنه إحنا ما قاعد ندرس بس منهج إن المنهج ندرس فيه اثنين لأن بيه امتحان وزاري وامتحان خارجي يعني الأمر كل الصعب أنا أتمنى من وزارة التربية آآ إنه تباوى على الطالب بنظرة الأب إلى الأبن لأن هاي شريحة مهمة وتفيدكم يعني هي ثمرة الإعراض اللي هاي شريحة اللي هي عمر 16 فعلا أصباطها السنة هاي النقطة والنقطة الثانية آآ طلاب التحميل أو المحاولات وزارة التربية آآ كانت مأمل للطالب إنه أكو تحميل للطالب اللي يوقع بدرس أو بدرسية قبل عشر تيابر هذا القرار نفوه ننزلوا لهم دور ثالث اليوم الطالب أنا مريد دور ثالث مريد أمتحن بقيني سنة جاي أمتحن بس ما بدتين ليش خليت لي دور ثالث آآ لغوا قرار التحميل وانطوا دور ثالث وحاليا مستقبل مئات من الطلبة مجهول يعني هسر جايدة ومشي لح يكمل منهج صحح وأدي أحد الطالبات والله وصدني إنه إنه لازم أذكراه معدلة تسعة وتسعين وعشر وعايفة الكيمية للسنة جاي تدرسها هسه راح تعيد المواد كلها زيانة هاي الشي يجيب تسع وتسعين بعد صح فلتمنى من وزارة التربية آآ إنه تبعوا على هاي الطلاب بنظرة الأب إلى أبنا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا إلك أحسنت عن هذه الرسالة إن شاء الله شكرا إنك ينتهي توضيحها حين تقرأ شكرا نوارتني وشاركتك حقيقة وشاركت حلقة جنة شكرا جزيلا أما بالختام تقبل وتحياتي كان في الإعداد والتقديم مسلم الربيع حتى ألتقيكم بحلقة قادمة كنا في أمان الله تنقى الفرات